محمود فهم حجازي كان الاهتمام بها قد تراجع في الفترة الأخيرة نضم لنا عبر الأقمار الصناعية الأساس عبد الرافع محسن الباحث المتخصص في الدراسات الغوية والدينية برحب بك معي بتوقيت مصر يا فندم وسؤال مهم دايما مع وفاة ولما اللغة العربية دايما من اترحه أيضا في اليوم العالمي للغة العربية ايه وضع اللغة العربية في مصر ايه مدى الاهتمام بها حالها سواء في الشارع او اكاديميا بشكل عام ايه حال اللغة العربية في مصر اهلا وسهلا يعني ابدأ اولا بتقديم التعازي لأسرة المرحوم العلامة الدكتور المحقق المدقق رائد الدراسات اللغوية الدكتور محمود فهمي جازي رحمة الله عليه التعازي لعائلته الصغيرة ولأسرة الدراسات اللغوية عموما ولطلابه ومحب علمه في كل مكان المرحوم عليه رحمة الله كان له اسهم كبير في احياء التراث العربي من خلال تحقيق عدد من امهات الكتب العربية نعرف له يعني اسهامه الرائع في تحقيق سفر عظيم هو تاج العروس الذي اخرجته في ابها حلة اخرجه في ابها حلة المجلس الوطني للثقافة بالكويت المرحوم ايضا كانت له اسهمات جيدة في تجديد الدراسات اللغوية وفي تجديد المناهج في مصر نحن نعرفه نذكر اسمه جيدا في كتب اللغة العربية للثانوية العامة وكان رحمه الله مشغول جدا بقضايا اللغة العربية المعاصرة وله اسهمات عظيمة في ذلك نتمنى ان تخرج يعني من بطون الكتب لتساهم في تطوير الدرس اللغوي وتطوير المناهج مناهج تدريس اللغة العربية ولو تحديدا مثلا نظرات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية رحم الله الدكتور محمود فاهم حجازي لثمانين عاما جاهدة وناضلة في تطوير الدرس اللغوي واسهم اسهاما كبيرا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلوا في ميزان حسنات ننتقل الحديثة عن وضع اللغة العربية في مصر بشكل عام الى اين يذهب حقيقة هو وضع اللغة العربية عموما في مصر لا ينفصل عن وضعها في العالم العربي عموما هناك اشكالات مهمة جدا بشكل عموما بعضها يتعلق بالدرس اللغوي وبعضها يتعلق بأداء اللغة عند العامة والخاصة هناك اشكالات كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بمنهج الدراسة ومنهج التعليم تعليمية اللغة العربية الاشكال الكبير في الدراسات اللغوية انها تفتقر الى المنهج او حتى انها يعني تعول على منهج قديم عتيق منهج يعني لا اريد ان اغل في الاكاديمية ولكن يعني تحليل يعني يسير هو يعتمد على نظرية العامل هي نظرية قديمة يمكن هي بدأت بدأت الدراسة اللغوية عند العرب بالتعويل على نظرية العامل نظرية العامل هي حتى نوسطها قليلا هي نظرية تحاول ان تقدم تفسيرا مقنعا لعلامات الاعراب يعني لماذا هذه الكلمة ورفوعة لماذا منصوبة لماذا مجرورة ولذلك تجد يعني علماء اللغة مجغولين كثيرا بالحديث عن حروف الجر حروف النص بأدوات الجز دون النظر إلى وظيفة الأداء في الجملة هذا منهج قديم أدى فائدة في عصور قديمة يمكن إحنا إلى الآن دراسات النحو العربي ترجع مباشرة إلى مؤلفة ابن مالك تحديدا إحنا نتحدث عن القرن السابع الهجري يعني منهج عطيق جدا لم نخرج منه إلى الآن المنهج عظيم في عصره وفي العصور التي تلت لكنه كان يفيد أو يجيب عن أسئلة هي ليست هي الأسئلة المهمة في زماننا يعني هو كان معني بتدريب الدارس على تقنيات البحث والتحليل للنص الديني أنا هضرب مثال بسيط حتى ويسر هذا الموضوع نحن عندما ندرس مثلا باب الاستثناء نجد تفاصيل كثيرة جدا الاستثناء التم الموجة بالمتصل والموجة بالمنقطع والمن في المتصل والمن في المنقطع ويعني فيما نحن نستطيع بكل بساطة أن نقول أن المستثناء بإلا إذا تم الاستثناء فهو منصوب ولكن هذه التفاصيل لماذا نجدها في الكتب القديمة لأنها كانت معنية بتدريب الطالب على تحليل النص الديني فكان الهدف إذا يقتضي هذا التفصيل طبعا حقا حدثت أن الوضع العربية في مصر لا يختلف كثيرا عن وضعها في باقي الدول العربية وإن كان على أرض الواقع يمكن الشام مثلا اللغة العربية فيه ما زالت قوية ده بيتضح حتى في المسلسلات التاريخية مثلا عندما يتحدث ممثل مصري اللغة العربية مش سهل تلاقي ممثل مصري المخارج بتخرج منه مظبوط بيتكلم لغة عربية صحيحة بعكس بعض دول الخليج بعكس لبنان مثلا وسوريا فيه لسه ناس مهتمين هناك أكتر باللغة العربية عن مصر ليه ده حاصل حقيقة يعني يمكن يرد هذا أكثر إلى قضايا الإنتاج يعني الإنفاق على المنتج يعني ربما نجد مثلا عندنا يعني رواد المسرح القوم في مصر هم يعني رواد أيضا في اللغة العربية الفصحة عندنا أسماء عظيمة مثلا عندنا رحم الله عبدالله غيف أحمد ماهر أسماء كثيرة جدا يمكن عندنا مسلسلات يمكن هي نادرة ولكنها وقديمة أيضا نادرة وقديمة وقديمة مثلا عندنا الوعد الحق مثلا المسلسل رائع جدا وأنا أنصح به من يعني يريد التدرب على السليقة اللغوية لكن حقيقة كما قلت يعني يعني سوريا قبل يعني أحداث الثورة قدمت قدمت إسهما كبيرا من خلال مثلا سلسية الدكتور وليد سفيه ربعية يعني صلاح الدين عندنا مثلا ساكر قريش عندنا ربيع قرطوبا وملوك الطواف هذا كان عملا عظيما جدا ولكنه مرتبط حقيقة بشخص الدكتور وليد سيف هذا مؤرخ عظيم أديب كبير يعني هذا يمكن أن يكون استثناء حقيقة يعني أنا حقيقة يعني عندما يعني أريد أن يعني أخذ عدوى السليقة أجلس يعني وقتا مع حلقات من هذه المسلسلات طب هل الموضوع راجع نستطيع أن نأخذ إنادرس سعبد الرافع هل الموضوع راجع لجمود المناهج الطبيعة أن الطفل من أول سنة أول ابتداء الحدنة بيخلص جامعة بيدرس كل المناهج باللغة العربية الفصحة يعني الطبيعة أنه حتى بحكم العادة وبحكم الدراسة أن تكون اللغة العربية بتاعته صحيحة لكن يمكن إحنا وكتير جدا من الأجيال الجديدة اللغة العربية ودرس اللغة العربية والنحو تحديدا هو أثقل شيء على القلب هل درجع لأنه المناهج بتتقدم بطريقة غير جذبة للأطفال أو لمنهم في هذا السن فيصبح واجب أكثر منه راغبة في الدراسة يعني أرجع إلى السبب الأول يعني المنهج القديم لا يجيب عن الأسئلة المعاصر يعني أنا ونحن نعمل في الصحافة مثلا أجد أسئلة كثيرة جدا لا أجد لها إجابات في الكتب التي بين أيدينا نحن مضطرون إلى أن نجتهد بأنفسنا ونحاول أن نخترع ونبتكر حلولا للقضايا اللغوية المعاصرة في عندنا إشكال آخر وهو أن هذا التوسع الإعلامي في الإعلام العربي انفجار الإعلامي لا تواكبه جهود لغوية عظيمة تجيب عن أسئلته وتحل إشكالاته وقضاياه فإمكن أن نخترع الآن في العمل الإعلامي وظيفة محرر النصوص إحنا كنا في القديم نتحدث عن المراجع اللغوي الآن صار محرر النصوص ولا بد من اشتراتات كثيرة فيه تتعلق بالتحرير الصحفي إلى آخر ذلك يعني انصرفنا قليلاً عن الدرس اللغوي حتى في المعالجة الصحفية يعني فيه متغير كبير حدث في الفترة الأخيرة وهو يعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الصورة أثر تأثيراً كبيراً على يعني أداء الناشئة حتى الكتاب باللغة العربية اللغة الإنجليزية صار تأثيرها أكبر كثيراً فيه ناس تجاوزت كمان فكرة الكتابة والحديث بالعامية لأشكال جديدة زي الفرانكو أرب كده بين العربي والإنجليزي يعني الناس شايفة أن حتى العامية بقت ثقيلة و بقوا يدوروا لها على بداية هذه كارثة كبيرة حقيقة يعني لو إحنا تابعنا المشاركات مثلاً على فيسبوك و على تويتر لن نجد لغة عربية يعني سنجد أشياء أخرى يعني آخر ما يمكن أن نطلق وليه أنها لغة عربية فيه ضعف في الإملاء ضعف في الصياغة طبعاً سيكون الحديث عن الضعف في الصياغة أو في النحو يعني من نفلة القول بعد ذلك يعني فيه إشكال كبير يمكن لا نجده قبل ثلاثين عاماً يعني في من يكتبون باللغة العربية هناك مشكلة كبيرة جداً نحن نعيشها الآن و يعني أتمنى أن ننتبه لها لأننا يعني في اتجاه متسارع جداً نحو يعني ضيع اللسان حقيقة يعني طيب دور الأزهر بقى أستاذ عبد الرافة فين الأزهر من دا وهو يعني المناصة اللي كانت لسنوات حاملة راية الدين واللغة العربية على السواء أين هو الآن من هذه القضية الأزهر الأزهر هو في الأصل هو جامعة لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ربما اللغة العربية قبل الدراسات الإسلامية لأن حقيقة هي الدراسات الإسلامية واللغة العربية نستطيع أن نقول أن الدراسات الإسلامية نشأت في حضن الدراسات اللغوية منذ البداية أن المسلمين يعني ابتكروا منهجا في تفسير النص الديني التفسير الفني يعني بكورة العلوم الإسلامية هي علوم اللغة العربية ولذلك نجد علماء المفسرين الأوائل في القرن الثاني الهجري هم أصلا نحويون فلذلك الأظهر يعني ربما خدم الدراسات اللغوية أكثر مما خدم الدراسات الدينية وما زال الأظهر إلى الآن يدرس الكتب القديمة ما زلنا يعني نرى شرح ابن عقيل في السنوية الأزارية أوضح المثالك وشرح الأشموني في كلية اللغة العربية مغني اللبيب وكتب سوية في الدراسات العليا ما زال هناك تمسك بالكتب القديمة يعني هذا مظهر إيجابي جدا ولكن هناك فيه إشكال آخر أيضا يمكن يحلنا إلى تراث الدكتور المرحوم محمود فاهم حجازي مع هذا الاهتمام بالتراث عندنا في الأظهر ضعف في المنهج العلوم والدراسات الأزهرية إلى الآن لا نجد عندها تحديدا واضحا للمنهج في خلط بين المنهج المقارن والمنهج الوصفي مثلا لو أردنا أن نضرب مثلا هناك في الأزهر دراسات الفقه المقارن تجدها مرتبة على سرد المذاهب أراء المذهب وأدلته وحججه وردوده وأراء المذهب الآخر وحجره وردوده ثم بعد ذلك يكون ترجيح روتيني جدا لأحد الأراء ويسمى هذا المنهج المقارن هذا إذا شئنا الدقة هو منهج وصفي هذا الخلط بين المناهج يحدث إشكالا كبيرا في الدراسات اللغوية والدينية والدراسة الإسلامية في الجامعات الأعتيقة في العالم العربي تجعلها دراسات غير منتجة في النهاية لأنها تنتهي إلى فكرة التكرار والاجترار وروينا عن فلان ويحكى أن لن تجد شيئا جديدا يخرج إذا لم نستطع أن نحدد المنهج وأدواته وأليته هذا إشكال كبير جدا يعني مهما اهتممنا بكتب التراث إذا لم نحدد المنهج وإذا لم نطور أنفسنا في هذا الجانب فهذه الدراسات لن تفيد شيئا طيب مجمع اللغة العربية مثلا دوره إيه والمجامع اللي من هذا النوع بما أننا نتكلم عن الدكتور محمود وأنه كان يعني من رؤساء المجمع دور المجمع إيه حاليا دور المجمع عظيم يعني لو لو إن المجمع مثلا اهتم بقضايا اللغة العربية في الصحافة في التلفزيون ستكون لجهوده فوائد عظيمة المجمع اللغة العربية كان شرح في معجم كبير للغة العربية هو أنتج المعجم الوسيط والمعجم الوسيط له فوض عظيمة لأنه يواكب حاجات الكاتب المعاصر ولكن المجمع المعجم الكبير لم يخرج منه أكثر من لم يتجاوز حرف الآلف إلى الآن تمام شكرا جزيلا أستاذ عبد الرافق التخصص في الدراسات الغوية والدينية شكرا على هذه المشاركة اشتركوا في القناة